اتهم وزير خارجية تركيا إسرائيل بوضع العرقيل على طاولة مفاوضات هدنة غزة داعيا لممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف إطلاق النار من جنيبه أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد خلال مؤتمر صحفي مع ناظره التركي أن هناك تطابق في الرؤى بين أنقرة والرياض حول حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية وضرورة إدخال المساعدات إلى غزة والوقف الفوري لإطلاق النار بالتأكيد تباحتنا في أمور الأمن واستقرار الإقليمي والدولي على رأسها الأورواء المعساوية في غزة وهناك بطبيعة الحال تطابق في المواقف بين البلدين الشرقين ونؤكد باستمرار على أهمية الوصول الفوري لوقف الإطلاق النار وليوصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي أصبح يعاني من كارثة إنسانية فعلية في ظل غياب وصول هذه المساعدات باستمرار تعطيل إسرائيل المستمر والممنهج لذلك وأكدنا على أهمية أيضا أن يكون هناك مسارا حقيقيا وفاعلا لتحقيق أفق سياسي للصراع في فلسطين من خلال إحياء مسار حل الدولتين وفي هذا الإطار بطبيعة الحال كان هناك نقاش أيضا للتحرك المشترك في إطار لجنة الاتصال الإسلامية والعربية من الرياضي نضم إلينا المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية دكتور سالم اليامي دكتور سالم أهلا بيك من اسطنبول مستشار الحدث للشؤون التركية لأستاذ طاها عودا أغلو أستاذ طاها أهلا بيك أبدأ مع دكتور سالم دكتور سالم تركيا والسعودية يعني دولتان كبيرتان في الشرق الأوسط وتوقيت اللقاء مهم لأنه يأتي مع فكرة تحالة استكمال أي تطورات وتمادي الإسرائيليين فيما يحدث في غزة وحالة انغلاق وانسداد سياسي كاملة وبالتالي تأتي هذه الزيارة ويأتي هذا المؤتمر الصحفي فيطرح سؤال مهم جدا ما الذي يمكن أن تفعله الدولتان كبيرتان بحجم التركيا وبحجم السعودية بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أستاذ محمود وحيي السيدات والسادة المشاهدين أنا سعيد بن ضمامي لهذه الشاشة مجددا وأيضا أحيي سيد الضيف من الطرب الآخر أنا أعتقد أن اللقاء التركي السعودي وإن كان في درجته الأولى وهذا شيء طبيعي كما تعرفون يبحث العلاقات الثنائية والعلاقات الثنائية مهمة وفي تقديري هناك حرص واضح من قيادة البلدين على تنميتها وتطويرها وتعميقها النقطة التي سألت عنها سيد محمود وهي كالعادة من أسئلتك الجوهرية أنا أعتقد اليوم وخاصة في حديث معالي وزر الخارجية التركية المطول تحدث بخيبة أمل عن ما تقوم به إسرائيل من مراوغة وما تقوم به من عدم التزام وهو قال بشكل آخر أن إسرائيل غير مستعدة في الحقيقة للسلام رغم أنها مثلا تلتقي وتستمع إلى أطراف معينة سؤالك جوهر سؤالك هو يعود لما يمكن أن يفعل الطرفات أنا أعتقد أن المجهود السعودي التركي إذا جاز لنا أن نسميه بهذه الطريقة هو بدأ من نوفمبر 2023 بعد المؤتمر الذي عقد في الرياض وكان المؤتمر العربي والذي جمع العرب والمسلمين بشأن الأحداث في فلسطين وفي غزة وتنبثق عنه اللجنة السبعية التي حقيقة هي تباشر عملها والتي ربما نحن لا نعرف عنها ما لها كثيرا لكن من يتابعها أو من يهتم بها يعرف أنها بدلت وتبذل في الحقيقة أشياء مهمة من هذه الأشياء هو اليوم الموقف التركي السعودي اليوم هناك تطابق كبير حقيقة بين الموقفين التركي والسعودي التطابق تجاوز قضية وقف أطلاق النار لأن الجانبين يرون أن وقف أطلاق النار هو ضرورة حقيقة لأن هناك جرائم حرب وسلوك غير إنساني وغير دولي تقوم بإسرائيل لذا يجب هذا الموضوع وفي رأيي أيضا النقطة التي هي موضوع اتفاق بين الجانبين هي قضية الحل للمستقبل والحديث عن حل الدولتين كنهاية أو كوقف لهذا حمام الدم الذي تقوم به إسرائيل ليلة نهار منذ تسعة أشهر أعتقد هذه هي الصورة الكبيرة السيد محمود لما يقوم به البلدان وأعتقد أيضا تركيا لديها أطراف معينة تستطيع التواصل معهم أيضا المملكة لديها أطراف وأعتقد أن الجانب الأوروبي والأمريكي أيضا متفهم وسمو وزير خارجية المملكة كان في جولة في أوروبا الفترة الماضية إذن كل هذا أنا في تقديري هو يصب في أن الجانبين التركي والسعودي القوتين الإقليميتين ترمي بثقلهما لوقف المجازر في غزة وأهم من ذلك الدفع إلى الأمام بحل الدولتين وسطها يعني هنا سؤال وسطها يتعلق بما يمكن أن تملكه الدولتان وحينما نتحدث عن السعودية وتركيا أنت بتتكلم عن تكتلين كبار في المنطقة دول العالم العربي التابعة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وفيها عدد كبير جدا من الدول إن توحدت هذه الدول قد تحدث ضغطا كبيرا على الأمريكيين والأوروبيين الأمريكيين أولا يعني وبالتالي هل يمكن يحدث ذلك الوضع الذي فيه تركيا يسمح لها بهذا الفعل تحيث لجميع في البداية من دون شك أنا أعتقد أن اليوم زيارة صاحب السمو الأمير فيصل إلى تركيا هي تأتي موجة نظر في إطار الجهود المفزولة حاليا لوقف العدوان في قطاع غزة اليوم قبل قليل تصريحات وزير الخارجية التركي وسمو الأمير قبل قليل كان هناك تطابق كما تفضل ضيفك في وجهات النظر وخاصة فيما يتعلق بموضوع قطاع غزة أيضا كما تفضل وأشار أن القمة أو المطمة الذي عقد فيه الرياض في نوبمبر الماضي هو كان له ترجمة على أرض الواقع من خلال تشكيل لجنة وزرية وقامت خلال الأشهر الخيرة الماضية من خلال عدد من الدول العربية وإسلامية ومنها تركيا بجولات في عدد كبير من دول المنطقة ساهمت بشكل كبير في كشف يعني هناك الوجه الحقيقي لإسرائيل وخاصة نتنياهو كما ذكر اليوم الوزير التركي قبل قليل بأن هناك الهدف من ما تقوم به إسرائيل هو لا تقترب من السلام فهل هدفها هو طالد أمد الحرب. ما خرج به الوزيرين خلال هذا المؤتمر هو ضرورة العمل والتشار والتنسيق خلال المرحلة المقبلة وتطرق تم تطرق إلى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة فيما يتعلق بدور البلدين أنا تصور أعتقد المملكة العربية السعودية كدورها دولة عربية إسلامية قوية في المنطقة ومعها أيضا تركيا عضو في منظمة التعاون الإسلامي وأيضا في حلف الناتو يستطيع أن يفعلها الكثير خلال المرحلة المقبلة وخاصة في الظل هناك انسداد الأفق من صح التعبير فيما يتعلق بالوضع في قطاع سلطها هي نقطة نقطة الازدواجية بمعنى الذي يسمع كلام تصريح المسؤولين الأتراك يعجب بها جدا من أردوغان إلى وزير الخارجية لغة عالية وشديدة اللهجة ضد نتنياهو واتهمه أنه إرهابي وإسرائيل إرهابية ويطالب بالمقاطعة ويطالب بالشيء كثيرة جدا لكن أنت أشرت إلى أنك تتكلم على دولة في الناتو يعني تركيا دولة موجودة ودولة مؤثرة في الناتو هل ممكن يعني يعول عليها كثيرا أن يكون لها ضغوط أكبر على الدول المؤثرة على أمريكا تحديدا وهذا لم يحدث لكن لا نريد أن نكلفها أكثر مما تحتمل لأنها في فكرة لعبة التوازنات السياسية قد لا تكون ملائمة لأردوغان في هذا التوقيت وهذا هو سؤال يعني هل الداخل التركي ملائم الآن لأردوغان أن يمرس ضغطا على أمريكا مثلا يعني أنا تصوره أعتقد نعم سؤال في جوهر وفي غاية الأهمية وخاصة يعني تابعنا تركيا في الفترة الأخيرة منذ بداية الحرب في قطاع غزة كان نوعا ما موقفها هناك ضعيف أو خجول في بعض الأحيان لكن بعد الانتخابات لاحظنا هناك تصاعد في التصريحات لكن لم يتم ترجمة على أرض الواقع حتى قبل يومين تتبعنا تصريحات الرئيس أردوغان عندما زهب وشارك في قمة الناتو سوف ينقل الوضع والمزابح والمجازر في قطاع غزة إلى قمة الناتو لكن لم يتم الحديث أو لم يتم تطرق لهذا الموضوع بشكل كامل أو بعناء آخر لم يتم إيجاد حلول هذه المشكلة أنا بتصوري أعتقد الجهود التركية هي ترتطم بالدرجة الأولى بالجدار الإسرائيلي ورفض نتنياه لأي خطوات أو وساطة تركية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد إلى حتى هذه اللحظة ستطيع أن أقول حالة من الشد والجزب في العلاقة ما بين أنقرة وواشنطن خلال الفترة الأخيرة الماضية على كافة الأصعدة وكافة ملفات ومن دون شك الملف الفلسطيني ملف غزة هو أحد الملفات الحساسة في المنطقة وخاصة في علاقة تركيا مع واشنطن من إضافة كما تعلم هناك ملفات أخرى هي ساهمت بتوتر العلاقة بين البلدين أقصد هنا الملف السوري موضوع أكراد سوريا دكتور سالم هل في أوراق لم يتم اللعب بها سياسيا حتى الآن من المجموعة العربية المتمثلة في الجامعة العربية والمجموعة الإسلامية المتمثلة في التعاون الإسلامي فهل ممكن هناك أوراق يمكن اللعب بها الآن يعني البعض كان يقترح ورقة مثلا وهي فكرة التلويح بتجميد المبادر العربي التي طرحت في بيروت سنة 2002 أو التلويح بتجميدات أخرى دكتور سالم سنعاود يعني الدكتور سالم يعود إلينا طيب أسأل أعود لي السيدس طاها أعودها مرة أخرى في هذه الفكرة في مسائل أن علاقة الدولتين ممكن تساهم في حلول أخرى ولنأخذ الورقة السورية الآن صحيح نعم قبل قليل كانت تصريحات وزير خارجية تركيا حكام في ذلك عندما سؤال عن الملف السوري تحدث بأن تركيا حاليا هي تريد إحلال السلام في المنطقة ويعمل السلام وكانت تركيا بدأت هناك خطوات خلال الفترة الأخيرة الماضية بين قوصتين تصالح مع الجميع وتحدث بأن هناك جهود أو دعم من قبل المملكة فيما يتعلق بالملف السوري لأن هذا الملف السوري ليس يهم تركيا والسوري ولكن يهم المنطقة أيضا العربية بشكل كامل استقرار سوريا واستقرار العراق هو يخدم بشكل كبير السلام المنشوط في المنطقة خاصة نحن واجهنا خلال السنوات أو الأقض الماضي هناك مشاكل عديدة كان لها تأثير بشكل كبير على الأوضاع إن كانت سياسية وحتى اقتصادية في دول المنطقة بشكل عام بكتور سالم يعني لا أدري كنت سمعت السؤال الذي استرحته قبلها أن نقاطع الاتصال ولكن أكرره مرة أخرى هل الآن الأوان لأن تلعب المجموعة العربية المتمثلة في الجامعة العربية والمجموعة الإسلامية المتمثلة في منظمة التعاون الإسلامي وأوراق جديدة لم يتم اللعب بها كورقة تجميد المبادرة العربية أو سحب المبادرة العربية التي ترحت في 2002 في قمة العربية في بيروت هل يمكن ممارسة شيء آخر لم يأتي في بال السياسيين في هذا التوقيت هذا السؤال مهم أستاذ محمود أولا أنا أعتذر على الانقطع الذي حصل لكن أنا أقول لحضرتك باختصار يعني أولا التجمع الذي حصل في نوفمبر وهذه اللجنة التي شكلت أنا أعتقد أنها كانت تتمهى مع خطورة المرحلة وأعتقد أن هذه الدول لديها الكثير في الحقيقة من العلاقات التي ممكن أن تضغط بها على أطراف أخرى يمكن أن تضغط على الجانب الإسرائيلي ولعل أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب أو المنظومة الأوروبية هذا رقم واحد هل انتهى أنا في تقديري مدام هناك علاقات دولية ومدام هناك مصالح متبادلة فلن ينتهي الضغط هناك من مجالات الضغوطات الكثيرة هناك مصالح مرتبطة هناك الاعتماد على الطاقة هناك التجارة البينية بين هذه الدول وبين منظومتين العربية والإسلامية كلها أنا في تقديري أوراق يمكن أن يضغط بها لكن المشكلة الآن هي مشكلة الجانب الإسرائيلي الجانب الإسرائيلي في الحقيقة خاصة بالليونة التي يظهرها مع الجانب الأمريكي إلى قدر كبير أنا أعتقد هذا الجزء من العملية الشيء الآخر حتى المنظومة الغربية في الحقيقة كان لها مواقف لم تكن متوقعة أو هي مشينة حقيقة ويومما سيكتشفون أنها مشينة ولعله لا نحتاج أن نوصفها بالمشينة لأن النخب والقوى الأكاديمية والثقافية هي أدانة حقيقة كثير من الممارسات التي تقوم بها إسرائيل رغم أن دولها تدعم هذا الموضوع إذن الأوراق لا تنتهي أنا في منوجة نظري وقادرين حقيقة على خلق كثير من الأوراق والمصالح ثم لدينا أسأل محمود هناك دائرة وهي الدول العربية المطبعة مع إسرائيل هذه لديها أيضا مسار أو لديها مساحة من التحرك أيضا تركيا لا ننسى أن لها علاقات ممتازة جدا على مستوى التبادل التجاري وعلى مدى التجارة البينية مع الجانب الإسرائيلي وهذه أيضا مساحة يمكن استثمارها ويمكن استغلالها الشيء الآخر الجميع ربما ينتظر تغير ربما يحدث في الضفة الأخرى أو في الجانب الإسرائيلي اللي لم يكن قريبا فيه وقت ما وربما هذا ما يعول عليه كثيرا فيه أن تتعدل كثيرا إلى الأمور دول سالم كنت سألت لسستها عودة أهلو على أن العلاقة السعودية التركية قد تؤثر أيضا في محور آخر مهم في العالم العربي وهو محور الملف السوري أردوغان يريد التطبيع مع الرئيس بشار الأسد بشكل أو بآخر وأعلن ذلك مرارا وتكرارا وبالتالي وينتظر الوسيط الروسي أن يكون موجود وربما هناك لعب آخر لعب عراقي وبالتالي هل ممكن للمملكة العربية السعودية أو للدبلوماسية السعودية أن يكون لها ذلك الدور في المساعدة في التقريب وعودة العلاقات مرة أخرى دعني أولا أشير إلى ما يمكن أن نسميه بالاستدارة للجانب التركي وبالحديث الذي استمعنا إليه من السيد أردوغان مباشرة فيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا أعتقد أن الجانب التركي أدرك أن ربما المنهج أو الأسيرة التي كانت يتبادل أو يتعاطى العلاقات مع سوريا لم تعد مفيدة لا لتركيا ولا للأقليم وهذه هي طبيعة السياسة الحية أو المتغيرة أو التي تبحث عن مصالح بالنسبة للدور السعودي أنا أعتقد أن المملكة لعب الدور منذ قمة جدة الأخيرة التي حضر فيها الرئيس السوري وعادة سوريا إلى المنظومة العربية وبدأ هناك التمثيل الدبلوماسي ربما أحيا وأنحش وجدد العلاقات وهذا أيضا يخلق دور ربما جديد في تليين أو فتح مسار معين مع الجانب السوري بحيث أن العلاقات أصبحت أكثر مرونة اليوم وأكثر تقارب مع الجانب السعودي أنت أشرت إلى نقطة أسا المحمود مهمة وهي الجانب الروسي أنا أعتقد أن الجانب الروسي قبل أن نسمح الأحاديث من الجانب التركي حول إمكانية عودة العلاقات وتقديم الدعوة للجانب السوري أو للرئيس السوري ويعني هو يقبلها في الوقت الذي يناسبه كل هذا الكلام الليين والطيب في الحقيقة والذي يشع حالا من ربما الاستقرار التي نأملها جميعا في المنطقة أنا أعتقد أنه كان نتيجة عمل روسي في المقدمة ربما هو الذي مهد لذلك اللغة أنا لا أعتقد أن الجانب التركي كان بإمكانه التصريح بمثل هذه الأفكار قبل أن يكون لديه رد معين من الجانب السوري في الغالب وصل إلى تركيا عن طريق الجانب الروسي أستطيع دكتور سليم أشار نقطة مهمة جدا وهي دبلوماسية الدول التي لها علاقات مع إسرائيل فبالتالي هنا سؤال مهم وتركيا من داخل هذه الدائرة الضيقة والتي ما زالت ضيقة يعني أن لها علاقات لكن أنا لا أدري الحقيقة لست متأكدا من ما أقوله في أن تركيا جمدت التبادل التجاري مع إسرائيل خبر قرأناه من حوالي شهرين أو شهرين ونصف ولا أدري إذا كان فعلا تركيا مارست تجميدا تجاريا مع إسرائيل في هذه النقطة صحيح هنا كما تبعنا في الإعلام خلال الفترة الأخيرة الماضية نعم كانت هناك حتى من وزير التجارة التركية سيد عمر بلاء تحدث بأنه تم تجميد التجارة مؤقتا وربط التجميد بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لكن هناك وسائل إعلام تحدثت بأن إلى حتى هذه اللحظة ما زالت هناك بعض التنقلات أو التعاملات التجارية ما زالت مستمرة تم النفي من قبل دائرة اتصالات في تركيا لكن إلى حتى هذه اللحظة هناك نلاحظ مصارين مصار سياسي بين تركيا وإسرائيل وهذا المصار متوتر بشكل كبير كما تبعنا خاصة في التصريحات والتراشو المصار الذي دائما لم يتوقف تتذكر طيلة العقد الماضية بين تركيا وإسرائيل على الرغم من التوترات السياسية دائما علاقة تجارية مستمرة بين البلدين هناك تصريحات تعلنية لكن إلى حتى الضحظة لا أستطيع وأكد أو هل هي مستمرة أم لا لكن وسائل إعلام هنا تحدثت عن وجود هناك بعض التعاملات الحكومة التركية قالت أنها هي لأشخاص أو لشركات معينة غير تابعة للحكومة في الدرجة الأولى كما أشرتك أن تصريح الحكومة عندما تتحدث بأن التوقيف هو نعم سوستا لا يعني إنها يعني العلاقة التجارية المستمرة منذ عقود ما بين التلفين سوستا عودة أهلو من إسطنبول شكرا جزيلا لك والدكتور سالم اليامي من الرياض دكتور سالم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك